تزايدت الدعوات الدولية والإقليمية إلى ضرورة وقف القتال المستمر منذ ثلاثة أيام في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع ودعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى تجنيب المدنيين الصراع والعودة إلى طاولة المفاوضات توالت الدعوات الدولية لطرفين نزاع في السودان إلى وقف جميع الأعمال العدائية بشكل فوري والعودة إلى المحادثات وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكين حذر من أن القتال المستمر منذ ثلاثة أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع لا يشكل تهديدا للسودان فحسب بل للمنطقة بأسرها ثم تقلق عميق مشترك بشأن القتال والتهديد الذي يشكله على المدنيين وعلى السودان والذي قد يشكله على المنطقة هناك حاجة لوقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات من جانبه دعا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي المتحاربين في السودان إلى وضع السلام نصب أعينهم ووقف القتال والعودة إلى المفاوضات إن المستقبل القريب يكمن في أيدي الجنرالات المشاركين في هذا القتال ندعوهم إلى وضع السلام أولا وإنهاء القتال والعودة إلى المفاوضات هذا ما يريده شعب السودان وهذا ما يستحقه شعب السودان أما الاتحاد الأوروبي فقد وجه رسالة للجيش السوداني وقوة الدعم السريع ركزت على الجانب الإنساني إن رسالة الاتحاد الأوروبي واضحة للغاية وهي وقف الأعمال العدائية وتهديئة الوضع الحالي واحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المواطنين السودانيين والأجانب بدورها أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن تشكيل لجنة أزمة لبحث الوضع في السودان في وقت أكدت الأمم المتحدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن قصف ونهب منشآت تابعة لها وعلى الصعيد الإقليمي جددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان بعد أن دعت في بيان سابق للجيش وقوات الدعم السريع للجوء إلى الحوار ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش بشدة بتفجر القتال في السودان وناشد قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقف الأعمال العدائية على الفور وقال جوتاريش إن الوضع في السودان أصبح محفوفا بالمخاطر محذرا من أي تصعيد إضافيا للنزاح أندد بشدة باندلاع القتال الدائر في السودان وأدعو قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية واستعادة الهدوء وبدء حوار لحل الأزمة لقد أدى الوضع بالفعل إلى خسائر فادحة في الأرواح بما في ذلك مقتل العديد من المدنيين أدعو كل من له تأثير على الوضع للتدخل واستخدام هذا التأثير في قضية السلام ودعم جهود لإنهاء العنف واستعادة النظام والعودة إلى مسار الانتقال كان الوضع الإنساني في السودان محفوفا بالمخاطر وهو الآن كارثي أما المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجوريق قال إن الآلية الثلاثية أكدت على أهمية تطبيق هدنة إنسانية اليوم على الأرض أكدت الأليات الثلاثية المكونة من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد والأمم المتحدة على أهمية تطبيق الهدنة الإنسانية وحثت قادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على الالتزام بها ويشمل ذلك تطمينات بتوصيل القرار عبر كل المستويات داخل القوات المسلحة كما ستوفر الهدنة الفرصة للمدنيين للوصول إلى المساعدات والإمدادات والمساعدات الطبية والخروج بطريقة أمينة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ولاية بوستن الأمريكية أليكس ديول الخبير في شؤون القرن الأفريقي أهلا بك معنا سيد أليكس إذن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الاقتتال الدائر كان واضحا عبر وزارة خارجياتها التي دعت إلى وقفا فوريا لإطلاق النار وحس الأطراف المتنازعة على العودة للحوار ولكن كيف ستتحرك الولايات المتحدة؟ كيف ستتحرك واشنطن فعليا على الأرض؟ الولايات المتحدة لم يكن لديها مقاربة نشطة بالنسبة للسودان في السنوات الأخيرة بصورة أساسية هي اختبأت وراء الشركاء الأساسيين في العالم العربي خاصة السعودية والإمارات وباسم الاستقرار أخذت الولايات المتحدة مقاربة تكنقراطية باتجاه التطرق لمشاكل سياسية أساسية لو الولايات المتحدة أخذناها بجدية لا رأينا أن التمثيل السياسي مع الأطراف السياسية لم يكن قويا ولكن سيد أليكس بناء على كلامك كيف كان من المفترض أن تتصرف الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة لديها الكثير من الأدوات لديها أدوات مالية واقتصادية يمكن أن تشمل موارد تذهب لدعم الحكومة المدنية وأيضا لديها أدوات عقوبية مثل العقوبات التي تستهدف اللاعبين والمصالح الأعمال النشطة في زعزعة استقرار الموقف في ضعما نتحدث عنه سيد أليكس برأيك هل من المفترض أن تتجه واشنطن إلى ممارسة الضغوط وليس لعب دور الوساطة في هذه المرحلة وخصوصا أن الاقتتال بين الطرفين يبدو بأنه يتصاعد بغض النظر عن التصريحات التي نستمع إليها سواء من الجيش أو من قوات الدعم السريع أعتقد أن الولايات المتحدة تواجه الواقع والحقيقة وهي أن منطقة القرن الإفريقي هي غير مستقرة استراتيجيا ودولة تلو الأخرى تنزلق إلى الأزمات الاقتصادية وهذا يتطلب انخراط سياسي عالي المستوى ولكن الموارد الاقتصادية والقيادة السياسية يجب أن تتوفر لجلب استقرار حقيقي للمنطقة وأمريكا لم تستطع عمل ذلك مع المقاربة المتشرذمة التي اعتمدتها حتى الآن بطبيعة الحال واشنطن تشارك في اللجنة الرباعية المختصة في السودان وتدعم بكل الأحوال الانتقال الديمقراطي ومدنية الدولة ومنذ بداية هذه الاشتباكات هي دعت إلى وقف لإطلاق النار ودعوة الأطراف المتنازعة للحوار ولكن برأيك مثل هذا المفهوم التوجه للحوار وقف إطلاق النار هل هو مفهوم بالنسبة لكل من البرهان وحمدتي في هذه المرحلة؟ حاليا لا توجد إشارة على أن الخصمين الأساسيين لديهم أي نية للحديث عن السلام ربما يتفقان على وقف إطلاق نار إنساني محدود ولكن كل واحد منهما يهدف إلى التخلص من الآخر وعليهما إما أن يتعايش أو أن يجد آلية مختلفة كي يتراجع الإثنان عن هذا الفعل التدميري وبالتالي يكون لدى الشعب السوداني فرصة لاستعادة عملية الدمقرطة والتي من الواضح أنه لا يمكن أن نثق بهذين الرجلين للقيام بها ولكن سيد أليكس ألا ترى بأنه فعلا من الصعوبة أن يتم التعايش على هذا الوضع وبالمقابل ما مدى إمكانية أن تكون هناك ربما أدوار سواء من الدول العربية أو الأفريقية أو حتى الغربية وقد يتم التوجه إلى إرسال قوات عربية ربما للتهدئة وقد يكون أيضا إرسال قوات غربية نوعا ما لتهدئة هذه الاشتباكات ومراقبة وقف إطلاق النار ربما هذا هو الحل الأفارقة حتى الآن كانوا متفرجين الإماراتيون لديهم نفوذ مالي كبير خاصة على معسكر إحمتي مصر لها نفوذ كبير على معسكر البرهان والسعوديون لديهم نفوذ على الطرفين وقبل موضوع إرسال مراقبين أو قوات عسكرية قبل الحديث عن هذا هناك الكثير من الضغوط المالية التي يمكن أن تمارس وأمريكا يجب أن تكون جزءا في هذه الصورة لأن لها أكبر نفوذ مالي أكثر من أي لاعب آخر في المنطقة في ضوء هذه التطورات سيد أليكس هل يمكن أن نقول بأن عمل الرباعية الدولية قد انتهى رغم أن الولايات المتحدة أو واشنطن سعد قدر المستطاع وقدر الإمكان لإنجاحها لا أعتقد أن واشنطن حاولت أن تجعلها تنجح هي قامت بجهد ولكن لم يكن الجهد عالي المستوى اللازم لإحداث فرق أعتقد أن الرباعية كانت فاعلة أو عاملة ولكن الوقت متأخر لتجنب الكثير من الأشياء السيئة التي حدثت لو الرباعية بذلت نفوذها فالملف يجب أن يضع في يد وزراء وزير وزراء الخارجية الذين يمكن أن يحدثوا فرقا ولكن برأيك في حال استمرت الولايات المتحدة بالمزيد من الضغوط ربما كان سينظر إلى ذلك نوع من التدخل إذا ما استمعنا إلى الجامعة العربية واجتماعها على مستوى المندوبين في اليوم الأول من هذه الاشتباكات كلمة المندوب السوداني كانت واضحة هي لا تريد أي تدخل خارجي نعم تقبل بموضوع دعم ربما أن تسير الأمور وتعود إلى صورة طبيعية ولكن دون أي تدخل من قبل أي طرف خارجي أولا لا أعتقد أن الولايات المتحدة كانت تلعب دورا نشطا كانت نشيطة ولكن على مستوى محدود أو بسيط ثانيا الولايات المتحدة ونتيجة للعناصر الاقتصادية التي لها تأثير على الكثير من القضايا التي أثيرت في السودان وأحد الأسباب الرئيسية لفشل الحكومة الديمقراطية في السودان كانت تعود إلى أن إدارة ترامب لم تقم برفع تصنيف أو رفع السودان من دائرة الدول المصنفة بالدول الراعية للإرهاب ثم سياسات ترامب التي تتطلب ثمنا بدلا من الدعم الأساسي لعملية الدمقراطة الولايات المتحدة هي جزء من هذه المعادلة سواء أردنا ذلك أم لا ولكن بالإضافة إلى الدول العضوة فيها الرباعية هذه الدول يمكن أن تلعب دورا بناءا إذا اخترت ذلك أموما انتهى وقتنا من بوستن أليكس ديوول الخبير في شؤون القرن الأفريقي أشكرك جزيلا شكر أشكرك جزيلا شكر